أستاذ لي فدوى اسم حلوة على وزن فعلها قولي يا فدوى قولي يا فدوى الله يسطورك ستة ربنا يخليك يا رب يجعل علمك نافع لنا وسافع من أخرب يسن البناء أمين أمين يا رب بص حضرتك تكر يا دكتور تكر يا دكتور بفروك أنا معاك تكر لما كنت بتاكن على عبد السلام لما حبي يشتري الراديو تكر يا دكتور والمو قالت له لا على فالو عبد السلام أيوة قالت على فالو المكتوب عليهم إلي تراحة إلي تراحة فهدي بلان والله العظيم أنا عرف دا كاتر يا دكتور ما بيسألوش عن مقاطعين مقاطع إخوات البنات أيوة ومقاطع يا عليك ظهر عليك هحكيها والله هحكيها للناس من هارضا في الحلقة الهادية دي والستة براته بنت الناس المعترمة أيوة طول السنة على زيبتي الفيسبوك اللي طلال لعنا فيه تكتب أمثلة على الحموات ياه تقليس على الحموات ياه آه رأي حضرتك في يوم أنا رأيي دا أنت بتحرق قلبي في حلقة أنا مصر إنها تبقى هادي وبرضو هتبقى هادي أنا كنت بدي مثال للمخرجة قبل ما أطلع هوا وبقول لها أنا لو واحد اتصل بيه على الهوى طول الليلة أقوله راحي كده أقول لو واحد اتصل بيه على الهوى بكرة في حلقة بكرة 15 رمضان الموافق يوم الخميس وقالي أنا عملت شكومونة في البكومونة ونيلت الدنيا بنيلة ونعرف إن دا كان ممكن يخينا نفعل مش حجاوب إلا إيه حرام عليه كعيب ما تعملش كده بس خلاص أنا مصر على ده وفي ناس غاليين قوي من بر دبي بيوطصوني كل ليلة وكل يوم خليك كده خليك هدايا شوفوا بلا ما هيبقى الفيس بتستعملوا بكاتكوتة مرات ابني في زم حماها بلاش أقول فادوة وحمتها وبتفكرني بتصح حكيها لحضراتكم عشان أقولي البنت الأول عيب وأقولي جزها عيب وروح بوس إيد ماما وشيل الصفحة بتاعت مراتك دي ومؤقتا حتى على الأقل لغاية لما تحس إنها كنت راجل جدع وبتغيز أمك وحتقولك وأنا أقصد مامتك هي بيتي بكلفة والدور كعادة جيلها وجيلها تعبان ومتخلف في عقله وفي قلبه وفي كل حاجة وأنا عارف كلام دا بس براحل أحكي لكم الحكاية هو كان راجل فلاح حبيب عمري يا الله يرحمه ماد وكان نفسه يجيب راديو فكاية أمه هو ما شافش أبوه أمه اللي ربطه وربط أخواته البناء عبد الحميد عليه رحمة الله هي قالت عبد السلام هو عبد الحميد تشلومة عشان بتعدي بير كل وقت يفتكره ورحمه عليه يعني مات على الترعة على الطريق على المشروع المهم يما أجيب راديو طوله نعمل بيه يا عبد الحميد احنا حلوين كده مفيش كهرباء يما أجيب راديو فعيت لو قلت راديو هيخليك تجيب له حجارة حجارة يعني بطارية فدي مصاريف يا عبد الحميد وانت شقيان ولا يما أهو فكه أهو نقرأ كلمتين قرآن نسمع كلمتين قرآن بالمناسبة لا يغرنك حقف عند رهادة دي وقل لا يغرنك لا يغرنك اللي بتعمله إزاعة القرآن الكريم إنها تقول والآن ننتقل إلى إزاعة خارجية دي لا يغرنك دي مش معبولة عشان إنت تحط على الميكرافون في الجامع ده حرام إزعاج الناس بالقرآن حرام إنت عارف إزاعة القرآن الكريم دي تقول إكسلنت ويمى الأمر على الباب والله يفتح عليك وانت في الصحراء وانت في الصحراء لما تسمعها ولوحدك ولا ميكرافون ولا إزعاج توم تعرف فضل على الفجر نص ساعة فضل على الفجر ربع ساعة آه بيقول التوشيح إلحق يا دي شرب مياه لو ما معكش ساعة وانت في نفس النطاق بتاعها إنما تحطي اللي الميكرافون عليها وتصحي الناس قبل الفجر بساعة أنت مجرم أنت مش عارف دينك الناس ملهاش إلا الأدان أنا بقول لكم الدنيا كده أنا بجبها كده زي الراجل اللي سقى الكلب الكلب كان في صحراء اقروا أول الحديث ومش هقول أبوس إيديكم انتوا اللي بوسوا إيدي لو عايزين تشكروا ربنا وانا مش عايز حد يبوس إيدي بس مش هقول أبوس لا إيد ولا رجل هقول الراجل كان فيه فلاه شوفوا كلام النبي أسسان فيه فلاه يعني في صحراء الراجل مات من العطش نزل شرب لقى كلب بيموت من العطش فيه فلاه مش في شارع برك ويقدر الكلب يشرب ولا واحد يخرج من بيته ويقول ده ده حندخل الجنة لو سقينا الكلاب كله ده جل وتخريب فيه فلاه والست اللي دخلت النار بسبب اللي قدت لأنها حدستها لا أكلتها ولا سبيتها للعالم بتاعها فيقوم ربنا يعذبها لكن تحطها على بسطة السلم وبعدين الناس يقولولها بلاشي حاجة تقول إيه إيه أه يا حاجة الله يرضى عليك إيه إيه أه الراجل الراجل اتصل بي مبارح انتو فاكرينه قاعد يقول كلنا بقينا نشيل القطر ترجع تجيب لازم يسمولها تنين تلاتة عشان تتحصر عليهم ما تجيبش تاني يبقى ما تجيبش للموت تاني لازم يبقى فاهمين السياق تقوليش الإسلام دين الرحمة وانت ما انتش عارف قلب به ولا تلبس بانطلونك إزاي إعقل وإهدى وإقرأ وخليك فاهم إيه رحمل مين وبإيه وبنعمل إيه طبع يصعب علينا بقى البني آدم اللي بموت كل يوم ويصعب علينا البني آدم اللي الأضحك ملي بالإعدام يروعهم واتحلوا واخسروا في الموت طبعه وقتل واحد كل حديث له حديث وكل حدثة لها فتوى وبس بكل جمع نادا نادا وفادوا تصوروا على علم وحرجع تاني لحب حميد في الراديو قولي يا نادا قولي يا نادا السلام عليكم وعليكم السلام إزايك يا دكتور زيك يا نادا حبيبتي أنت بارح اللي قلتلي ماما سايبالي قططين لا زينب زينب لقيتلي ماما سايبالي قططين ولا ليها زوج ولا ليها عائل قلتلها كريميهم ونظفيهم وبتقولي ونسوني وتلها برافو ولا شيء فيها أبدا وترحميهم إنما اتخيديهم على بساتتي السلمي وكل مساكن ياخدهم من بعدهم ترجع تشيجي بيهم طب اسمعني بس يا دكتور قولي يا نادا بس يا دكتور دينا دين رحمة الله بس خلاص اقطعوا على نادا اقطعوا على نادا علشان إيه أنا حالف إنها تبقى أهدى حلقة في العالم دينا دين رحمة لا غلط غلط دينا مش دين رحمة ونسكت دين رحمة وعذاب وأكل وتقطع وصلب اللي بيقطعوا على الطريقة فما تاخدوش جملة يا أولاد برضو أنا مصر إنها تبقى أهدى حلقة في العالم اسمعني يا دكتور هقول تاني هو أحنا خلاص هنحول مصر وأضاياها والدين لوحدة بتجيب أقطع السلم ولازم الناس تسمها بادام كل ما يشلوها بتجيب تاني كل ما يشلوها بتجيب تاني ما ينفعش ما تقوليش دي الرحمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لا لي اسمعني بس دينا دي الرحمة حقولك نورة المحكمة يا أولادي اسمعوا يا أولادي فهموا أنا إسا بقول للأمها ماتت وسبت لها قطة طنبي والنسوها الله يفتح عليك لا ضرر ولا ضرار بكل هدوء بكل هدوء لا ضرر ولا ضرار عبد الفتاح معنا أه سأنا مجروح عبد حميد فعبد الحميد قعد يقنع والدته والله يرحمه ويرحمه نجيب راديو يما يا عبد الحميد بلاش قال لها قالت له على شرطه قال لها شرطه إيه يما قالت له على فاله يا حبيبي لو جبته يا عبد الحميد وفتحته أول كلمة يقولها إذا كانت حلوة هنخليه فعقلها كده إذا طلع الكلمة وحشة مش هنخليه خلاص عبد الحميد راح جاب الراديو كان يوم عيد عنده ورجع به يا ولدي كان من 3 جنيه من منوف ورجع به كان هو في الدماس ساكن في الغطان يعني وجيه يفتح الراديو باختعب حميد إنه يطلع أول صوت أغنية لوحد الله يرحمه بقى اسمه فهد بلان بيقول مكتب عليهم أنا فاكر اللحنة تقريبا كان كده بفكركوا بس بقى بستعيدي الكلمات إيه لا تراح مكتب عليهم إيه اللي تراح فردت الولية الله يرحمه قطيه إلهي ما يريح قلبك يا بعيد عم حميد قال له حاضر يما وشال الراديو وراح رجعه في نفس اليوم قالت إيه اللي رحتنا مكتوب علينا إيه اللي تراح واللي دي كان بتفهم ما إحنا فعلا مكتوب علينا إيه اللي تراح بس إحنا السبب مش ربنا كتب أنا بقول لكم الدنيا كده أنا حاجبها كده بصبر وبهدوء بس كل اللي أرجوه ركزوا قولوا كده أنا عايز كل الاجبنات الحلوين اللي عندهم رحمة وجمال يقولوا كده دكتور مبروك قال إرحموا القطط وارحموا الكلاب دكتور مبروك في صدى البلد وفي القناة الأولى المصرية وفي الموعزة الحسنة قال أنا باحترم القطط وكلاب في الشارع أقسم بالله أنا صاحب هذا العبارة يعني بعمل لها حرمة مادم ما تستعملهاش تأذي بيها الخلايق بس أرجوكو أرجوكو الدين دين الرحمة حيث لا ضرر ولا ضرار مين يا ستي هاني أستاذ هاني تفضل يفضل سلام عليكم كم السلام ورحمة الله وبركاته بنا يستورك هاني وحضرتك كل سنة